السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تأملات في صورة المدتر نريد ان نفهم ما هي المقاصد والغايات والحكم والاحكام التي ارشد اليها المولى عز وجل في هذه الصورة المباركة في مطلعها يقول الحق جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدتر قم فاندر وربك فكبر وثيابك فطغر والرز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر هذه الصورة هي التاني ما نزل من القرآن الكريم في الاول كان اول ما نزل من كتاب الله تعالى هو صورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق المقطع الاول منها لما نزلت هذه الصورة على قلب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو كان امي لا يقرأ ولا يكتب وربنا عز وجل يطالبه بالقراءة اقرأ ليست قراءة ابجدية وانما قراءة في التأمل في مضاهي الكون وسر الوجود وحقائق الاشياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا داك رأى جبريل ورأاه على صورته وجبريل عنده سبعمائة جناح جناح واحد اذا نشره يسد به الافق خلق غريب يدل على عظمة الخالق عز وجل محمد بن عبد الله اول لقاء له مع هذا الوحي فرجع الى بيته الى خديجة بنت خويلد زوجته فقال لها دتروني دتروني كان صلى الله عليه وسلم يشعر بالبرد وبالحر كان يشعر بانه في وضع صعب ترتعد فرائسه من شدة البرد وتعلوه الحرارة ويقول صبوا علي قربة من الماء ودتروني دتروني فجاء القرآن الكريم مرة ثانية عاد جبريل اليه فانزل عليه هذه الصورة التي هي ثاني صورة انزلت في كتاب الله تعالى الخطاب من عند الله جاء الخطاب القرآني يخاطب نبي الله فيقول له يا ايها المدثر هذا فيه تلطف كان بالامكان ان يقول ايها النبي او يا اي الرسول ولكن هذه بداية الدعوة فقال يا ايها المدثر لان سيدنا النبي من شدة البرد القارس الذي يشعر به وقد جاءه الوحي قوي كان يسمع له ازيز كازيز النحل او كازيز المرجل فقال يا ايها المدثر قم فاندر ربنا قال له يا محمد نحن لم ننزل عليك الوحي من السماء ولم نكلفك بالشريعة لكي تذهب لتنام انت وظيفتك الان هي القيام قم فاندر ما معنى قم القم يعني انه سوف يقوم بشؤون الدعوة لان الذي سوف يدعو الى ربه لابد ان يكون قائما والقيام يعني انه لا يتصور ان انسان يجلس على اريكته وانه نائم او مستلق على ظهره ويدعو الى الله الدعوة من مقتضايتها القيام لذا هناك رجال التبليغ والدعوة انهم يقومون ويسيرون في الطرقات ويبلغون دعوة الله والمعنى الاخر معنى قم يعني قم الليل ايضا لان السورة التي سوف تأتي فيما بعد هي سورة المزم قم الليلة الا قليلا لابد لكي تقوم بالدعوة على احسن قيام لابد ان يكون لك نصيب من قيام الليل والناس نيام حتى تستطيع ان تتلقى الانوار الالهية والبركات الربانية لان الذي سوف يقوم باعباء الدعوة وباعباء تبليغ الرسالة لابد ان يكون قويا والقوة تكون بدنية ومعنوية وعقلية ومادية لابد ان يمتلك زمام القوة لكي يستطيع ان يقوم باعباء الدعوة يا ايها المدثر قم فانذر لم يقل قم فبشر بعض الناس قالوا وكأن الاسلام من اوله جاء بالانذار حشو كلا الاسلام جاء بالبشارة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فربنا لم يقل قم فبشر وانما قال قم فانذر لان الغالب على اهل قومه في ذلك الزمان كانوا في جاهلية جهلاء كانت هناك عبادة الاصنام والاوتان وكان هناك الظلم والفساد وكان هناك الاستبداد وكان هناك التفسخ الاخلاقي فماذا يبشر فلابد ان ينذر لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قاله قاله لقومه اني نذير لكم بين يدي عذاب اليم فجاء القول بالانذار يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطغر والرز فهجر لماذا قال ربنا وثيابك فطهر ولماذا قال وربك فكبر لان الذي يقوم بالدعوة لابد ان يرفع لواء الدين ولابد ان يرفع حنجرته بالتكبير فاهل الله دائما يقولون الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله ما الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحامد اهل الله لا بد ان يرفعوا اصواتهم بالتكبير لان الناس في ذلك الزمان الزمان الجاهلي كانوا يعبدون الاسلام الساف ونائلة وهبل واللات والعزة فيذكرونهم بأصوات مرتفعة فامر ربنا عز وجل نبيه ان يرفع صوته وحنجرته بتكبير الله في زماننا قد يكون هناك من يرفع اصوات اخرى هناك من يرفع مرجعيات فكرية او فلسفية مناقضة او مضادة للتصور الاسلامي فلابد اذا كنت في محفل او في ملتقى او في مؤتمر لابد ان ترفع صوتك بذكر الله وتنتصر للمرجعية الاسلامية لانها من صميم عقيدتنا لابد ان تكبر لا تخشى ولا تستحي وانما ينبغي ان تكون عندك جرأة لان الله تعالى يساندك وربك فكبر وثيابك فطهر فالمقصود الذي يقوم بالدعوة لابد ان يكون طاهرا في لباسه وفي جسمه لابد ان يكون دائما دائما فيه طهارة لهذا شرع الاسلام الوضوء والغسل وشرع النظافة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اصلحوا رحالكم واحسنوا لباسكم وكونوا في الناس كأنكم شامة فالمؤمن الداعية ورجل العلم والفقيه والمصرح لابد ان يكون طاهرا والطهارة هنا تشمل الطهارة الجسمية والطهارة النفسية والطهارة الايمانية فقلبه لابد ان يكون طاهر لابد ان تغسل قلبك من الشرك ومن الاوثان والاضران وتبتعد عن الكراهية والبغض وان تملأ قلبك بالمحبة وبالصدق وبالايمان هذا ما يسمى بالتخلية قبل التحلية التخلية لابد ان تطهر قلبك من الامور السيئة ثم تطهره وتملأه بالامور الايمانية وربك فكبر وثيابك فتغهر والرز فهجر فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولما كان طفلا كان اخواله وخالاته وعماته كانوا يستقدمونه لكي يشاركهم افراحهم ويشاركهم مواسمهم كانت تعقد هناك مواسم لاتجارة وفيها اصنام واوتان وفيها عادات وتقاليد جاهلية فكان ربنا عز وجل يمنع سيدنا النبي ان يقع في مثل هذه المشاركات ولما كبر قال له اهجر كل هذه الاصنام والاوتان والضلالات لابد ان تهجرها ما يسمى بالهجرة الهجرة النفسية اولا ثم بعد ذلك هناك هجرة بدنية والرز فهجر ولا تمن تستكتر يا محمد اياك ان تمد يدك لاحد حتى يكون عنده لك منه اياك ان تطمع في مال الناس اياك ان تحتاج الى الناس يكفيك ربك ربك سوف يطعمك وسوف يسقيك وسوف يغنيك وياك ان تتودد الناس بالهدايا من اجل فيما بعد يملون عليك شروطهم ويملون عليك افكارهم وتغير حقيقة هذا الدين ويصبح في الضياء ولا تمن تستكتر ولربك فاصبر لا بد ان تصبر يا محمد انك سوف تقوم باشؤون الدعوة وتكاليف الدعوة والامر شاق سوف تجد هناك من يعترض طريقك وسوف تجد من هناك يناصبك العداء فعليك ان تصبر سوف تجوع وتعتش وتتغرب وسوف يقال فيك كلام سيء وسوف تطعن من الخلف اصبر هذا الصبر لا بد ان يكون لربك هناك بعض الناس يصبرون لغايات يصبر لكي ينال منصب يصبر لكي ينال ترقية يصبر لكي يتزوج بفتاة هذا صبر دنيوي لكن الصبر الحقيقي الذي لا يساوره يأس هو الصبر لله كل من صبر لله لربك فربنا عز وجل يعوضه هذا الخطاب وجهه ربنا عز وجل لنبيه في اول الدعوة فكان الثاني ما نزل من القرآن هذا المقطع مباشر سيدنا النبي قام للدعوة وجمع قومه وقال لهم لقد جيتكم بخبر اني لكم ندير بين يدي عذاب شديد وطبعا ان قومه سوف يرفضون وسوف يناصبونه العذاب وسوف يقولون بانه مجنون وسوف يقولون بانه كاهن وسوف يقولون بانه شاعر وسوف يقولون بكلام طويل عنهم ومنهم من يقول بانه يطمح للرئاسة وانه يريد الزعامة والقيادة او ليريد ان يجمع المال او يسيد نفسه علينا قالوا فيه كلام كثير لكن النبي المصطفى كان مكلف بمهمة ربانية عظيمة ربنا قال له قم ولازل النبي قائما على امر الدعوة ثلاثة وعشرين سنة حتى توفاه الله تعالى ولم يجلس ولم يرتح حتى قبض وانتقل الى الرفيق الاعلى لما تلقى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصد والرد واعتبروا بان هذا الدين مرجعية جديدة وغزو فكري وانه جاء بافكار تريد ان تخلق البلبلة وتريد ان تخلق استضام داخل المجتمع وان هذه الافكار قديمة وبالية ذكرها الانبياء السابقون من امتال ابراهيم وموسى وعيسى واننا في عصر الحداتة وعصر التقدم وحاصروه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء القرآن الكريم يؤكد حقائق مهمة فقال ولربك فاصبر الى ان قال فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ينتقل ربنا عز وجل ويدكر هؤلاء الجهات الذين ينصبون الاسلام العداء بحكم انهم متقفون وانهم منفتحون وانهم تقدميون وحضاريون وان الاسلام رجعي وانه متخلف ربنا قال لهم ان الاسلام هو شريعة وعقيدة وتكليف وبعد الموت والنشور هناك حساب فذكرنا بهذا المشهد فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير سيكون يوم القيامة نهاية الوجود هذا الوجود الذي ترونه الان بين اظهركم لن يستمر وعلماء الفيزياء تكلموا عنه قالوا ما يسمى بنظرية استضام الكواكب سيأتي يوم من الايام هذه الكواكب والاشرام السابحة في الفضاء سوف ينحرف كوكب منها قيد انم له ومن تم يخرج عن مصاريه ومن تم يقع استضام وخلل في الكون وتصطدم الكواكب اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت ومن تم سوف تأتي القيامة والقيامة لها علامة انه ينقر في النقور وكانه جرس كبير ربنا يعطي الايدان الاعلام بنهاية اللعبة فالحياة كلها لعبة انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة مثل لعبة كرة القدم لما يصفر الحكم بنهاية المباراة او لما يكون في فصل في الدراسة فيدق الجرس بنهاية ساعة الدراسة هكذا الحياة ايضا لها نقوس يوم فاذا نقر في النقور فذلك يوم يوم عسير هذا اليوم صعب جدا على من على الكافرين فقط اما المؤمنين المتقين الصالحين فانه يوم فوز ويوم عز ويوم كرامة ثم قال القرآن الكريم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومن غدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدك كلا انه كان لآياتنا عنيدا سارهقه صعودا ربنا يعطينا نموذج لشخص قوي عنده فكر وعنده مال تصدى لمحاربة الدعوة وفي كل زمان وفي كل عصر الا وهناك من ينتصبون لمحاربة الدعوة مثل في عصرنا اليوم في عصرنا هناك اناس انشأوا فضائيات وانشأوا قنوات وانشأوا وسائل تواصل من اجل محاربة الدعوة بحكم الحداثة وبمبرر الديمقراطية وبمبرر ان لنا نحارب الرجعية ففي كل زمان هناك نماذج هذا النموذج تحدث عنه القرآن الكريم والعلماء يقصدون به شخص معين انه الوليد ابن المغيرة المخزومي رجل اعطاه الله مال وفير وكان كبير السم اعطاه حكمة كان شاعر يحفظ اشعار العرب ويحفظ الفلسفة والفكر والاديان بل قيل بانه كان يحفظ حتى اشعار الجن الجن من بني الازرق ومن بني الاصفر ومن يزهف على بطنه ومن يطير بجناحيه كان حفاظه وكان فيلسوف وكان يطمع ان يكون هو النبي كان يطمع ان يكون هو النبي فلما سمع بان محمد ابن عبد الله صار نبيا شعر بالغيرة وشعر بالاشمئزاز قال هذا النبي هذا محمد ابن عبد الله امي لا يقرأ ولا يكتب وهو راعي للغنم وهو فقير اما انا فالغن المغيرة كان عنده مال وفير وكان عنده اولاد اسمك مايكو القرآن الكريم ذرني ومن خلقت وحيدا ربنا يذكره يا وليد لا تغتر لقد خلقتك وحيدا دخلت الى الدنيا صغير حافي القدمين عاري الجسد لم تكن تملك شيء ثم اعطيتك يا وليد جعلت لك مالا ممدودا يعني ماله كان كثير كان عنده ضيعات ومزارع في المناطق المترامية مال كثير تجارة قوافل جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا اعطاه الله تعالى تسعة من الاولاد دكور اقوية وتزوجوا وانجبوا حفدة فكان عنده عدد كبير من الاولاد والحفدة جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ربنا عز وجل اكرمه يسر له الامور مهد له الطريق هلد وفي فمه ملعقة من دهب وجد ورده اثرياء ووجد المكان امن واعطاه صورة جميلة واعطاه حكمة ربنا مهد له كل شيء عوض ان يحمد الله ويشكره اذا به يناصبه العداء ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا ما هي الزيدة يطمعها الوليد بن المغيرة يطمع ان يكون هو النبي لا يرضى ان يكون اخر يوجهه لا يرضى ان يكون اخر يملئ عليه كيف يعيش كيف يفهم الوجود وكيف يقنن الحياة فقال ربنا عز وجل كلا انه كان لآياتنا عنيدة العناد هناك من يكون عنيد عن الدعوة يرفض الدين ويرفض القرآن ويرفض السنة ويرفض المبادئ والمقاصد السامية التي جاء بهذا الدين ليس لانها غير منسجمة مع الحياة او انها لا تواكب النمو الاقتصادي والتفتح الاجتماعي وانما فقط عنادا كراهية في قلبي رغم انه يقول انه فاهم وانه فيلسوف وانه يفكر بعيد لكن في الاصل وحقيقة الامر انه فقط عنده عناد في قلبه مرض في قلبه كلا انه كان لآياتنا عنيدة سارهقه صعودا ربنا يتوعد انه الجبار لان من حارب دين الله ربنا وعده بان يواجهه سارهقه صعودا قالوا بانه لما ينزل والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية ينزل الى الدرك الاسفل من النار يصعد في الادراج يصعد في درج النار ثم ينزل يصعد ثم ينزل مثل ما يقال باستورة بوتريموس التي عند اليونان ان الالية خلقت انسان وضعت له صخرة فوق رأسه وكان يصعد الى قمة الجبل وقبل غروب الشمس تتملص له الصخرة وتسقط في الارض ويعود مرة تانية عذاب اليم يبقى فيه هكذا معنى الآية سارهقه صعودا سيتعب عذاب ان الله تعالى يقول اصعد الى الاعلى يصعد ثم ينزل اصعد الى الاعلى وينزل هكذا عذاب اليم في النار والعياد بالله ثم قال ربنا عز وجل هذا الشخص الوليد ابن المغيرة في الاول دفعه كفار قريش وقال له يا وليد اذهب الى محمد واسمع ما يقول انه قرآن فدهب فسمع القرآن فاعجب به اول الامر اعجب بالقرآن قال هذا كلام جميل هذا كلام رائع هذا كلام حق فامن فلما بلغ الخبر كفار قريش قالوا يا ويحنا يا ويلنا اذا اسلم الوليد ابن المغيرة فان كل احياء العرب سوف تتبعه فلابد ان نقف في وجهه فقالوا ماذا نصنع له فبعت له ابو جهل يسمى ابو الحكم فذهب ابو جهل وقال حيلة حيلة قال يا ابا يا وليد يا ابا الوليد سوف نجتمع ونجمع لك مالا قال لماذا هل انا فقير قالوا لو سمعنا انك ذهبت عند محمد تتودد اليه لعلك تكسب من ورائه مالا فنحن سوف نجمع لك مالا قال كلا انا اكثركم مال وانا اعز من ان اتدلل لأحد قالوا ولماذا ذهبت عنده قالوا اريد ان اعرف ماذا جاء به من دين فسمعت منه القرآن فاعلمت انه كلام رب العالمين فقال اذا امنت به فان العرب سوف يتبعونك وانت زعيمنا فقل فيه كلاما فقال له انه شاعر فقال لا انا اثهم واحفظ كلام الشعراء ما كلام محمد بالشعر فقالوا له انه كاهم قال كلا اني اعرف بالكهان وكلامهم وحيليهم محمد ليس بكاهم قالوا انه مجنون قال انا اعرف بالمجانين محمد حشا وكلا ليس بمجنون فقالوا اذا يبنى المغيرة لقد سحرك محمد لقد سحرك فلما اضارها في عقله وفي قلبه اراد ان لا يتنازل فقال اي نعم محمد ساحر واطلق هذا الكلام قال له كيف علمت انه ساحر قال لان محمد لما تأتي عنده يغسل دماغك ويغير قلبك الم ترى انه فرق بين الابن وابيه وبين الزوج وزوجها اذا كان الزوج يؤمن والمرأة لا تؤمن او اذا كان الاب لا يؤمن والابن يؤمن فانهم يتفرقون اصرة العقيدة اقوى من اصرة القرابة فجمع الناس في النادي وبدأ يفكر لا بد من حل فلما فكر وقدر قال اي نعم هذا سحر يؤثر اي سحر يؤثر انظروا الى جمالية القرآن ربنا يصف هذا المشهد العظيم وكأنه وصف سينمائي لو جئنا برسام وعطيناه ريشة وعطيناه لوحة وقلنا له ارسم لنا ملامح الوليد بن المغيرة ما استطاع ان يرسمها كما وصفها القرآن بل اكتر من ان تأتي بكاميرا سينمائية وتصف الملامح والافعال وردود الافعال عند الوليد بن المغيرة اسمع ماذا قال ربنا عز وجل انه فكر وقدر فقوتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادرك ما سقر لا تبقي ولا تدر القرآن الكريم يحكي عن الاوصاف انه فكر بدأ يفكر ثم بدأ يقدر ثم اعاد التفكير مرة اخرى وقدر ودرب اخماس في اسلاس وقدم واخر ثم نظر ثم عبس ثم بصر ثم ادبر ثم استكبر وفي الختام قال ان هذا سحر يؤثر الكريم سبحانه وتعالى توعده فقال سأصليه سقر الذي يعاند دين الله تعالى العنيد والذي يرفض شريعة الله تعالى ربنا يهدده سأصليه سقر ولكن ما هي سقر سقر هو مكان في اسفل النار والعيد بالله وما ادراك ما سقر ما ادراك لن تستطيع ان تفهم ولا ان تستوعب ما معنى السقر لا تبقي ولا تدر النار خطيرة جدا انها اكتر من قوة الريح واكتر مما تتخيل لواحة للبشر لواحة يعني من بعيد تجد بانها تلوح كأنها اعلام اعلام تتناطر يمين وشمالا لواحة وقيل بانها لواحة انها ترمي حلقة تلوح لواحة ترمي الاخرين للبشر عليها تسعة عشر يعني الملائكة فيها سعتاش لما نزت هذه الآية اجتمع كفار قريش واقاموا ندوة يسخرون من محمد قالوا انه ربك عنده تسعة عشر فقط من الجنود ونحن الآن بالآلاف المؤلفة نحن عندنا تلاتمائة الف جندي وربك عنده فقط تسعة عشر فقالوا هيا بنا نواجههم ونقضي عليهم وبدأوا يسهرون ولم يعلموا بان التسعة عشر كواحد منهم يستطيع ان يفعل الاعجيب انظروا الى ملك الموت واحد انه يقبض ارواح البشر في كل زمن ومكان في الان الواحد يكون في هذه القارة وتلك القارة وفي كل مكان قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم واحد فما ظنك بهؤلاء التسعة عشر يسمون الزبانية انهم اقوياء انهم جند من جنود الله تسعة عشر يستطيعون ان يعدبوا الملايير من البشر الكفار والمشركين والعياد بالله الى ان قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا لماذا ربنا قل تسعة عشر باش يشوف النسل هما عندهم ايمان ويقين يستيقنهم ولكن لماذا عندهم يقين يدخلون في الجدل لماذا تسعة عشر ولماذا ربنا خلق السماوة سبعا ولماذا الجنين يعيش في بطن امه تسعة اشهر ولماذا ربنا عز وجل الخلق اكذا وكذا باعداد كل هذا سير على الادمنوان انها انها شريعة الله وامر الله ومنهج الله فالمؤمن يسلم ولا يجادل غير المؤمن دائما يطرح تساؤلات ويضند بانه يستعمل الفكر والعقل ويحرك الماء الراكد ولكن في الاصل هو عنيد في قلبه عنيد في صدره ودائما يرد امر الخالق سبحانه وتعالى الى ان قال ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فالقضية كلها هي اختبار احيانا ربنا عز وجل يعطينا قضية في الدين في العقيدة ويتحتمل وتحتمل فينظر هل الانسان يعبد امر الله ام يعبد منطقه العقلي فبعض الناس اذا وجد خلل بسيط في الدين يقول هنا عوجاج الشريعة كلها باطل حتى في عصرنا هذا هناك مواقع على الانترنت فيها دروس دروس ومحاضرات وفيها مداخلات لأناس يتعانون في الدين وجدوا شيئا بسيط قضية الارث مثلا للذكر مثل حض الانتين لماذا نرفض الشريعة بكاملها لماذا ربنا عز وجل وضع مثل هذه الامور وهي كثيرة لكي يختبر انت هل انك تتبع امر الله تعالى ام تتبع عقلك ومصالحك طبعا العقل موافق للشرع والشرع موافق للعقل لكن احيانا ربنا عز وجل يضعنا في الاختبار هل انت تتبع المنطق العقلي وتتبع المصلحة والمنفعة ام ان مصلحتك الحقيقية هي شريعة الله هنا ربنا عز وجل يقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك هذا ايضا فيه تخويف وتحذير للذين يناصبون الله العداء ويطعنون في كتابه وشريعته ربنا عز وجل قد يواجههم بجنوده جنود الله كثر وما يعلم جنود ربك الا هو قد يكون هناك ملائكة جنود قد يكون جان قد يكون انس قد يكون حيوانات قد يكون امراض قد يكون هموم وغموم كل من ناصب الله العداء سلط عليه الله تعالى بلاء وقد يكون البلاء مرض وقد يكون البلاء تورى وقد يكون البلاء انفلت امني وقد يكون البلاء مجاعة او قحط او هجوم جراد كل هذا عداب الله تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر يا عباد الله تذكروا تذكروا وانظروا الى الاقوام السابقة ربكم يخاطبكم كلا والقمر والليل اذا اضبر والصبح اذا اصفر انها لأحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر ربنا ينتقل ويحدثنا عن القمر وعن الليل وعن الاسفرار وعن الضحى لماذا وكأنه يقول يا اصحاب العقول الكليلة والسقيمة انظروا الى هذا الكون من حولكم من خلقه ذلك القمر الذي يبزغ وتلك الشمس التي تشرق والصبح الذي ينفلق والى السماء والدخان والكواكب والنجوم هذه العظمة هذه الاشياء المدهل عن العقول من خلقه هل خلقه النظام السياسي هل خلقته جهة عسكرية هل خلقه دائرة علمية او فلسفية من يدعي انه خلق هذا الوجود هل الطبيعة وهي صماء وعمياء بل الذي خلق هذا الكون العظيم هو الخالق سبحانه وتعالى وهو صاحب الشريعة وهو صاحب العقيدة وهو منزل القرآن فربنا عز وجل يقول لك ايها الفيلسوف وايها العنيد وايها المتكبر تواضع وانظر الى الكون من حولك تعرف قيمة الله تفكروا في خلق الله تهتدوا كلا والقمر والليل اذ اذبر والصبح اذ اسفر انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر الناس هكذا اما متقدم في الايمان واما متأخر في الدين الناس ما في واحد واقف كلنا اما بعضنا متقدم في العمل الصالح والايمان ومنا من يتأخر الى الوراء رجعي يتأخر يزيد في العناد في يرجع الى القهقرة ثم يقول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ربنا ينتقل بنا الى الضار الاخرة ويخبرنا بان النفوس سوف تلوم اصحابها النفس اللوامة تقول لصاحبها لماذا فعلت بي كده وكده وزج بي في النار والعياد بالله والنفس المطمئنة تقول هنيئا لك لقد ربيتني ولقد جعلتني اوم واستقيم على طريقة الله ففزت ورب الكعبة كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين اصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم بيمينهم هؤلاء ربنا يخبروا عن مصيرهم في جنات ربنا يعطهم الجنات مش جنات واحدة جنات ربنا عنده جنات كثيرة تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها جنات نعيمة وضعها الله تعالى ما فيها تعب ولا نصب وما فيها شغل شغلهم الوحيد هو النعيم وهو الفرح وهو الخير كل الخير في جنات في جنات يتساءلون عن المجرمين وحظ مجموعة من الناس كانوا معنا في الدنيا وكانوا يحاربون الدين وكانوا يجرمون ويقتلون ويسفقون الدماء وينهبون اموال الناس ويطعنون في في كل مقدس هؤلاء سماهم الله مجرمين لما اطلعوا اين وجدوهم هم في الجنات فاطلعوا فوجدوهم في سواء السعير فجاء حوار اخر هناك الحوار سوف يستمر حتى بين اهل الجنة وبين اهل النار وكانوا في الدنيا يتقابلون يتقابلوا هذا عنده رأي والاخر رأي اخر فبدأوا يتقابلون قالوا ما سلككم في سقر سقر هو مقام وضيع في نار جهنم والعياذ بالله ما سلككم في سقر لماذا انتم الان في سقر كنتم في الدنيا معززين مكرمين كنتم في الابهة كنتم اصحاب المقامات الشريفة ما الذي سلككم في سقر تعطأوا رؤوسهم وقالوا قالوا لم نكوا من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتنا اليقين هذا هو السبب السبب الذي يجعل الانسان يفقد اخرته ويفقد خلوده الابدي ويستقر في عذاب النار والعياذ بالله هو هذا العذر ماذا يقولون قالوا لم نكوا من المصلين اول شيء انهم تاركون للصلاة لا يصلون واذا رأوا الناس يصلون يسخرون منهم تضيعون اوقاتكم الصلاة تعطل عن الانتاج وتعطل على رفع مشوار التنمية وتضيعون اوقاتكم ثم ولم نكن نطعم المسكين ما كانوا يخرجون زكاة اموالهم ولا يتصدقون على الفقراء واذا وجدوا فقراء قالوا لو شاء ربهم لأطعمهم ما يتحدثون عن الفقراء هم عندهم خيرات وعندهم غناء ويبقون في مكان بعيد عن الفقراء والاغنياء لا يرين ان يرونهم ولا يجاورونهم ولا يطعمونهم ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين قالوا بأن هناك فئات قالوا بأن هذا الأمر باطل نعم باطل لقالوا كل ناعق يجرون وراء كل ناعق لا يسألون هل هو على حق وصواب أم وعلى باطل وإنما يخوضون في الباطل وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ما كلا بعد ولا نشور غير مجرد كلام فارغ الحياة تمضي ثم نموت وننتهي ما كيش بعث ونشور ويوم الدين يكذبون بيوم الدين حتى أتانا اليقين كانوا يكذبون الآن جاء اليقين والدليل والبرهان أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار فيندمون ويقول لو كتب لنا لعدنا مرة أخرى إلى الدنيا ونبدأ حياة جديدة لكن ليس هناك رجوع أبدا والعياد بالله فيبحثون من ينقذهم من سوف ينقذك إذا كنت في الدنيا عندك لوبيات وعندك جهات عندها أحكام نافدة تستطيع أن تستنجد بها فتنجدك وتغيتك وتنصرك لكن في الآخرة ممن سوف تستنجد ربنا يجيب فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما في شفاعة لأنهم كانوا أصلا ينكرون الدين فما لهم عن التذكيرة معرضين ربنا يرجع ينتقل من ذلك المشهد دي القيامة والبعث والنشور ويرجع إلى الدنيا ويقول الآن نحن فيها نبقل في الدنيا إذا نستغل الفرصة لا نضيعها قال فما لهم عن التذكيرة معرضين إذا القوش واحد يذكرهم بالله وذكرهم بالآخرة يعرضون التذكرة ما قال يوم كلام شديد هل يوم أذكركم بالله لنا رب اسمه الرحمن الرحيم وإذا خلفناه اسمه شديد العقاب لنا رب أمرنا بالصلاة والصيام أمرنا بغض البصر وإذا وقعنا في الخطأ نستغفر ونتوب ونرجع لكن لا ننصب العداء لأهل الدين لا نكونوا عنيدين في الشريعة إياكم تذكرة نستعد للموت نستعد للقاء الله نتعاطف فيما بيننا يحسن القوي منا للضعيف هذه التذكرة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة حتى هذه التذكرة لا يريدونها تمنوا أن حتى هذه القنوات التي تذكر بالله تغلق وأن المساجد تبقى تتكلم عن الحيض والنفاس فقط وكل من يتكلم عن الله والتذكرة يخرص ونقطع عليهم الدعم ونجعل معيشنا في الفقر ربنا قل لك ولا تمنوا تستكتر ما تبددك لأحد ربنا يغنيك من فضله فربنا شبه هؤلاء القوم بماذا كانوا أيام زمان في أهد النبي وفي كل عصر وفي كل وقت وحين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة الحمر يعني الحمار الوحشي ربنا استعار هذه استعارة شكل الحمار الوحشي في الغابة الغابة يكون الحمار الوحشي مخطط وتابع القصورة والأسد يكون في الجهات الإفريقية ربنا استعار هذه الصورة صوروا معي أن الحمر الوحشي تجري والأسد يتبعها وإذا انقض عليها يفتك بها فإن الحمر الوحشي تهرب كثير هكذا يفعلون لا يحبون أن يستمعوا إلى كلام الله ويفرون صدعتين أو التعلينا كلام ما في فائدة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة يعني الحمر فرت من الأسد بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كل واحد بغي يأخذ صحيفة يقول أنا الذي على صواب وأنت على خاطأ وهذا كله باطل وهذا مضيع للوقت ومضيع للزمن وأن وقتنا هذا وعصرنا الحالي يحتاج إلى أفكار جديدة حداتية مبتكرة فيها حرية فيها متع فيها شهوة فيها انطلاق وهذا فكر قديم ولا وأدبر ويرفع كتابه بأنه على صواب بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة هؤلاء الأقوى ما سببهم حقيقة أمرهم أنهم لا يخافون الآخرة الخوف من الله من علامة الإيمان أنك تخاف من الله تخاف من البعث تخاف من النشور تخاف من ظلمة القبر من علامة المؤمن الصادق عنده الخوف الخوف عبادة لكن هؤلاء القوم لا يخافون لهذا ربنا عز وجل يحذرهم لعل بدرة الخوف تأتي إلى قلوبهم لعل الله تعالى يرد بهم إلى جدة الصواب إلى أن قال في الختام الصورة كلا إنه تذكرة كل هذا الكلام الذي ذكرناه مجرد تذكرة ربنا يذكرنا فمن شاء ذكره اللي بغي يأخذ هذا الكلام له ذلك وسوف يفوز فوزا عظيمة واللي ما بغاش الأمر إليه فهناك حرية في الاعتقاد لا إكراها في الدين لكن ربنا ماذا قال فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هذه تسمى تسبيحة القرآن الكريم انتهى بتسبيحة وكأننا ربنا يريد أن يفتح لنا جميعا باب الأمل أن نعود إلى ربنا أن ننخلط في سلك المؤمنين الصالحين الدعاة المصلحين وأن نتذكر دوما وأبدا هناك بعث وهناك نشور إذا تذكرنا ذلك فإن جميع المصائب والأزمات التي نعاني منها في عصرنا هذا أقصر طريق لكي نتخلص منها من الشغب في الملاعب والضرب وسفك الدماء من الإجرام من المخدرات من الصرقة من الاغتصاب مما يسمى بتشارميل كل هذه الظواهر المفزعة المقلقة أسهل طريق لكي نتخلص منها بدون ميزانية ولا مجالس منتخبة وأن نكتر من التذكرة نذكر الناس بالله وبالبعث والنشور فسوف نستقيم إن شاء الله طريق المستقيمة وربنا يعيننا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فحري بنا أن نكتر من قولنا لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة من يشعر بأن نعين في قلبه مرض مباشر اقتنع ليكتر من قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن ربنا عز وجل سوف يهديه إلى الطريق المستقيم ويحبب له الإيمان ويجعله من أهله وخاصته فلنقول جميعا لا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشترك و في القناة